مع استمرار الحجج الواهية من قبل الجارة تركيا تواصل مقاتلاتها قصف القرى شمالي البلاد بالتزامن مع غياب الموقف الحكومي تجاه خرق سيادة العراق انتهاك السيادة العراقية أمر بعد من فضوليات الحكومة التركية التي عمدت إلى قصف مواقع عراقية في شمال البلاد بحجة محاربة حزب العموال الكردستاني ويرى مراقبون أن حماية المحافظات الشمالية يقع على عاتق الحكومة الاتحادية خاصة أن ما جعل تركيا تتحرك بهذا الشكل هو تفوض من الحكومة العراقية منذ أكثر من ثلاثة عقود التدخلات التركية والقصف التركي لأراضي العراق وإقليم كردستان وفق المادة 110 من الدستور تقع على عاتق الحكومة الاتحادية وكحكومات أقليم كردستان طالبت من الحكومة الاتحادية عادت النظر في الاتفاقية العسكرية المبرمة بين أنقر وبغضا سنة 1984 التي تركيا تعتمد على هذه الاتفاقية وتتوغل في الأراضي العراقية وتقصف تارة هنا وهناك وجود حزب العمال الكردستاني يمنح تركيا ذريعات الوجود داخل الأراضي العراقية وجود يدخل العراق في صراعات إقليمية قد تكون تبعتها أقسى من مسبباتها عمليات الاستهداف التي تقوم بها تركيا للأراضي العراقية بحجة مكافحة نشاط حزب العمال الكردستاني تأتي في إطار الرد على الأنشطة التي يقوم بها الحزب لكن على العراق أن يتدخل لمنع تلك العمليات هجمات تتكرر كان آخرها فيد هوك حيث استهدفت طائرات تركية مواقع يقال أنها تضم نقاط عسكرية لحزب العمال الكردستاني في قضاء العمادية شمال المحافظة استنكار مستمر من قبل الحكومة العراقية بين الحين والآخر عبر بيانات ضعيفة اللهجة بحسب رؤية المختصين بالشأن السياسي تجاه التدخلات والاعتداءات التركية وضع يهتاج لعصف حكومي مركزي أكثر قوة لبعادها عن كردستان لقناة الرابعة هاجر عماد أربيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر